هي تغريدة واحدة للإعلامي عبدالجليل السعيد والتي قال فيها أن الشعب العمني يتكون من مختلف الجماعة العرقية فهناك عرقيات من البلوش واللور والفرص والمهرى والهند وهناك عمنيون من أصول جنوب آسيوية مثل اللواتيين وفي الزفار وصور ومسقط يوجد عمنيون من أصول إفريقية سوداء وهم أحفاد العبيدة الذين جئ بهم من إفريقيا قبل قرون وأكد أن المصدر هو ويكيبيديا هذه التغريدة المسيئة للشعب العمني كانت كافية لقلب السعوديين ضد هذا الإعلامي الذي هو في الأصل مساند للمملكة العربية الصعودية والإمارات السعوديون رفضوا أن يتم الإساءة للشعب العمني مهما كان وقال مغرد صعودي سلطنة عمان كانت إمبراطورية ضخمة في وقت كانت بلادك تحت رحمة المستعمر الآن سلطنة عمان دولة ذات سيادة في حين أن دولتك تمر بأكبر مأساة بشرية في هذا القرن شعب عمان شعب نراقي وأخلقه عالية ونحن كخاليجيين مهما اختلفنا لا نرضى بأن يأتي من يستنقص من شعوبنا ورد عليه العماني ناصر بيض الله وجهك وإحنا السعودية ما كانهم عيون الله لا يفرقنا عن بعض الله يحفظ السلطان هيثم والملك سلمان والله زرت السعودية وما شفت غير كل احترام وتقدير لنا كعمانيين يوم يعرفون أنك عماني مستحيل يخلوك تروح لازم يضيفك ورد عليه خالد الخليفة لا يجب عليك أخي الكريم الاستنقص بشعب الخليج حيث أن الشعب العماني شعب أصيل وذو حظارة وموقع ويكيبيديا ليس بقرآن وعبر العمانيون عن فرحة بالردود الصعودية وقال محمد لأحمد الأزدي ردود الإخوة الصعوديين الكرام تثلج الصدر وبها الكفاية لقصف جبهتك لمعلوماتك العمانيون هم أحفاد مالك بن الفهم الأزدي وأحفاد أئمة اللغة أمثال الفراهيدي والمبرد وبندريد الأزديين وأحفاد من سكن عمان من عبدالقيس الذين قال عنهم الجاحب وفرقة وقعت بعمان وشق عمان وهم خطباء العرب وقال عادل الحبسي يا شعب السعودية الأحرار أشكرك مع وقفتكم معنا هكذا هم الأخوة يقفون صفا واحدا أمام المرتزقة وأصحاب الفتنة الله يحفظ المملكة والسلطنة وقال مغارض عماني كفان فخرا كفان فخرا أحفاد الأزد من بعث لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا دون قتال ودعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أهل الغبير آمنوا بي قبل أن يروني وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو أتيت لأهل عمان ما سبوك ولا ضربوك ويكفين فخرا بهذا وردت عليه العامرية بقوة الحمد لله على الأقل عرفنا لنا أصول ولا نعترر أبدا بل ونفتخر بكل البلدان والقبائل التي ذكرتها إن كنا فعلا نتحذر منها كلنا خلق الله تعالى وما في أحد يستنقص من أحد دامه من نسل آدم ومو مخلوق من نسل الملائكة بالسعادة الضرور الباقي عليك تروح تسأل الماما عن أصلك وإذا ما تذكرت استعين بويكيبيديا وأيضا تفعل الصعوديون مع هذه التغريدة وقال أبو عثمان الشعب الخليجي إخوان لنا وأهلنا تجمعنا بهم نسب وقرابة ومن أطيب الشعوب الخليجية الشعب العماني ولا يهونون بقية الخليج ولكن الشعب العماني يجبرك على احترامه من طيبته وأخلاقه العالية المثقفة كل احترام للشعوب الخليجية وللشعب العماني خاصة أخي وحبيبي عبد الجليل ليس كل ما يذكر صحيحا أكد سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة حدوث تقدم في المصالحة الخليجية لافتا إلا أن الوقت ما زال مبكرا لإصدار حكم بهذا الشعب وفي رقاء مع مهد هيتسون للدراسات الاستراتيجية قال العتيبة أعتقد أن هناك تقدما بالتأكيد في المصالحة الخليجية أو على الأقل هناك مؤشرة على حدوث تقدم لكنه أشار إلى أن هناك الكثير من التعهدات التي ينبغي على الأطراف المختلفة الالتزام بها وأن هناك قرارات ينبغي على الحكومة اتخذها لخفض التوتر وأكد السفير الإماراتي أنه في حال تم الالتزام بهذه التعهدات فأعتقد أنها ستكون واعدة وستكون هناك فرصة لقيام عملية المصالحة مشيرا إلى أن إمكانية حدوث ذلك أو عدم حدوثه يشير إلى أنه لا يزال من المبكر إصدار الحكم بهذا الحصوص لكنني أعتقد أن هناك تقدم بصورة ما نحو التوصل إلى حل للأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر